معجنات جميلة قوي هتتفرجوا عليها دلوقتي البيتزال كراس الجميلة اللي احنا بنقولها بره لطولي نشوفها نزاي نعملها مع بعض وانا بنشغل النهاردة بالخميرة البيرة دي اللي هنشتغل بيها النهاردة ودي موجودة في اي مغبس اي مغبس عندك تحت البيت بتلاقي بتجيب القالم بتنجي تخزيني في الفريزر كمان بعد ما عاكب الشهرين اتنين بتاخد من النقطة علي انت عايزها وبعد كده منبدأ اللي احنا نعمل اول حاجة اللي هو العجينة الاولى وبعد كده لها عجينة تانية ودي اهم حاجة عشان ما ناكلش حيش ناكل بيتزا عشان ناكل بيتزا صح يبقى لازم نعمل عجينتين اتنين كانت تتخمر الاول اللي هو البوليش وبعد كده نبدأ نحطها مع العجينة التانية او الديق التاني اللي هنبدأ نشتغل بيه نوع الديق بيفرق طبعا بيفرق كتير جدا جدا وانواع ديق اللي بره بتختلف عن انواع الديق اللي بوجودة هنا لان البيتزا بتحتاج دقيق يكون الجولتين فيه بيقى عالي شوية اللي هو العرق اللي بيقى موجود او المادة اللي بتعمل العرق جوه الدقيق فعشان كده ما تيجي بره بتلاقوا بيعود يلعبوا البيتزا كتير قوي وما بتقطعش معاهم وهو ده بسبب نوع الديق نفسه اللي هم بيستخدمون فبالتالي احنا هنا بنستخدم دقيق عادي جدا دقيق المغبوزات هو ده اللي احنا بنشتغل به ويطلع للشغل ان شاء الله ويطلع للبيتزا اللي انا محتاجة بالزبط لكن انا ساعد بقولك انا عشان ايه في ناس ساعد بتجرب الموضوع فبيفشل معاهم عشان طبعا النوع الديق مهم جدا 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 وعشان تجيبي ديق مستورد قصة كبيرة اوي خلينا في الديق اللي موجود معنا هو اللي هنشتغل به وهنعمل عجينة اولى الاول وبعد كده نبدأ نشتغل حط العجينة الاولى على العجينة التانية ونشتغل بالبيتزا ان شاء الله اللي هنشوفها والسلس الاحمر اللي هنعمله ومش هتسبك على النار هنعمله بارد ان شاء الله او هنعمل بطاطس مكبوزة اسف وبعد كده نبدأ ان احنا نضربها هنا بجيب عندي الخميرة البيرة قدام حضرتك اهيط دي كتير قوي على الكيلو فهاخد نصها بس بناخدها كده هوت وبقدينة حيطة حلوة بتطلع البيتزا بصراحة طعمها ولا احلى من كده يعني قدام حضرتك كده دي بالنسبة الكمية دي تمام جدا تمام شوية صغيرين اه الكيلو بياخد بحوالي جميل جرام منها وبعد كده عندي نص معلقة كبيرة من السكر بعد كده بقوم ااخد عندي شوية مية دفير هناخد شوية مية دفين بس قبل ما احط عندي مية الشعير هدوب الخميرة مجرد بحط عليها المية الدفية على طول تبدأ اللي هي هيك على طول قدام حضرتك تدوب معي زي الفل تمام وبعد كده قوم حط عندي نص كباية من الشعير العادي جدا ده بيدي طعم حلو قوي تمام شوية ما احنا دون وبعد كده بقوم ااخد عندي ثلاث معالق من الدقيق عملنا عجينة في الأولى محترمة جدا وقلبهم وقوم مغطيهم واسيبهم لحد ما يبدأوا اللي هم يخمروا معي كلام جميل يبقى دي العجينة الأولى اللي هنبدأ نشتغل بيها وقوم جايب صانية محترمة زي كده شنوفة دياته نقوم حطناه هنا كده ونسيب أول حاجة دي تتخمر معايا كويس جدا طيب بعد كده بنبدأ نعمل ايه تسيبها حواليه ربع ساعة او تلت ساعة واسلام لو عايزة تسيبها وتقوم غلفيها وسايبها بالتلات ساعات في التلاجة او لتاني يوم هتاخد ريحة بيزا محترمة جدا غير لما تحط العجينة كلها على بعضها بالخميرة وتقوم ضربها سدقيني في الآخر هتاكري ايش مش هتاكري لحاجة انت تبقى مبسوطة منها تعالوا بقى نشوف عندنا السوس اللي انا هعمله للأحمر ركزي فيه قوي بقى وشوفيه هنعمله ازاي هنا توم بجيب حوالي خمس ست بصوص توم حطهم هنا حبة ريحان كده هاخد منهم الزهر متاعهم ريحان اخدر بعد كده اممكن حمدي ااخد عندي شوية زيت زتون وبعد كده هم ااخدين عندنا او احنا ممكن نقط المزكة شوية حمدي وبعد كده هم ااخد عندي معلقتين اتنين من صلصة الطماطم او لو عايزة تخلي صلصة الطماطم خليها دلوقتي وبعد كده هم احطها في الاخر ااخد عندي شوية زعتر بعد كده بقوم واخد عندي الملح هلو الكلام بسم الله زي الفل نوم قفلين ونشغل بعد كده هوا بقى بنبدأ نعمل ايه بقى بقوم واخد عندي الصينية باشا اللي احنا هنبدأ ايه نحط فيها الطماطم اهي ونجي بين طماطم حمرة كده حلوة اعمل لها قاعدة وبالمرة لو بشيري الراس اللي تحت دير زي الفل كبير نايعزك الحمدي نعمل كده الكروس ده كده من هنا ونقوم حطين هنا كده عشان هنغبز الكلام ده كده فيه في الفرن والتالي بيطلع لي آآ صص محترم جدا اهو كده اهو ماشي بعد كده في بقى صلصة بتحطله آآ في صلصة بس مش الوقت بقى من الصلصة دي مرحلة تانية يعني من يوم مسكين بعد بعملنا الكلام ده كده في الكابة ناخد الخلطة الجامدة ديت ونبدأ نحشي بيها الطماطم كده من جوه نفتح الطماطم كده هوت وناخد الخلطة بتاعت التوم والريحان والزعتر الجامدة ديت وزيت الزتون والملح حيث هتحفة بأمانة نفتح كده الطماطم نبدأ نحشي عشوة محترمة كده بعد كده لو في اي حاجة بقية زيادة كده هوت نقوم شايلنا كده ونقوم حطينا كده من فوق عليها كده بقت تمام نوم واخدين الحاجة دي ونروح حطينها في الفرن لحد ما تبدأ اللي هي ايه تتخبز معايا كويس جدا انا حوالي عشر دقيق كده ولا حاجة هتلاقى بدأت الطماطم تتبل معايا كده واللي تاخد بتدي مع الريحة الجميلة دي نرجة حرارة عالية طيب بنبدأ نعمل اي دلوقتي بقى اه الخميرة اللي احنا عملناها اهي اهو البوليش اللي احنا عملناها او مجرد اصلا انت ما تفتح اصلا بتاعك بقى وتشم الروايح متاعت اللي ايه الخميرة ديت بتلاقيها في حتة تانية خالص نيجي هنا نقوم فتحين عندنا العجان ونقوم حطين عندنا تلات اربع كيلو من الدقيق ونخلي الربع ده هنفرد به ونشتغل به وهم واخد عندي العجينة بتاعتنا اللي هي الفوليش بتاعنا هنبدأ نزبط بالأداء اهو بسم الله اهو ده بقى اللي يخلي الحاجة ريحتها تبقى ايه في حتة تانية خالص اساسي طبعا معلقتين اتنين من زيت الزتون يتحطوا معها العجينة وناخد ايه معلقة ملح بقى الجميلة ونقوم حطينها عايز حطها في الاخر عايز حطها دلوقتي ما فيش مشكلة ونقوم منزرين ونبدأ نديها المية حسب ما هي محتاجة انا عايز العجينة تبقى مفتوحة معايا الصورة علي قوي فهقلل هقلل 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 ايه واكده وبعد كده نبلغ لديها المية صدقوني انا شامي مرديح همتاعت العجينة وهي شغلة في العجان دلوقتي شامي مرديح همتاعت البوليش اللي انا حطناه فبالتالي هتطلق عجينة ممتازة جداً موسيقى تسيبها لحد ما تبدأ اللي هي تالة معايا وتتزبط معايا فواز جداً وايه والعجينة تبقى ما تبقاش ماسكة معايا لان عايزة تاكل العجينة ديت برضو جميلة ان تسيبيها تخمر مرة كمان ساعة ولا حاجة تغطيها تقسميها وتسيبيها تخمر كمان ساعة وبعد كده تبدأ تغديها على طول وتبدأ تشتغلي بيها ما ترايحاش خمس ده وتشتغلي بيها لا تسيبيها ترتاح كمان ساعة وبعد كده اخديها وابدأ اشتغلي البيتزا زمن احنا اشتغلها دلوقتي ان شاء الله نشوف بس محتاجة مية ولا لا محتاجة ممكن سنة مية بسطة جداً ننزل ونشغل طيب ايه حوري بقى السجوء بقى السجوء قبارته انا بجيبه بعمله تدبيلة حلوة جداً ماشي عشان هنشوحه عشان نحطوله بصل ولا حطوله اي حاجة هنحطوله بس شباب بهارات على طماطم على مية بصل كده هوت ونقوم سايبينه ونبدأ ان احنا نشوحه فقطعه عندي مكعبات زي ديت نقوم واحدينه كده حطينه في البولة يديله شوية مية بصل شوية من البهارات وشوية ملح وعندي شوية فلفل صويرين وشوية تابريكا وبعد كده هوت بنبدأ نقلب مع بعض ونروح فين عندي على طاسة تكون عندي على النار ونشوح موسيقى ده كلام جميل جدا ولمي حاجتنا دي بقى عشان نصفت الموضوع موسيقى موسيقى لو لم يش اي اضافات ثانية عليها هو استعدوا معايا نبدأ ان احنا نطلع على طوله ونبدأ نشتغل العجينة عندي شغالة قدامها برفك العجانة هي مزيكة واخد العرق بتاعتها التمام وريحيتها تجنن اهي وهو دهعتقد ان ايه يعني القوام المناسب لعجينة بتاعتني نقوم شايلينها كده. رفعينها من العجان. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا شوية دي صغيرين قدام حضراتك هيا. ها بباشا بنقوم حطينه هنا. رص العجانة المقوم بتاع عامل ازاي? على مية ما شاء الله. زي الفرن. ابدأ اعملي بقى اوما اخد كل واحدة لوحدة كده اهي. فانت بقى كل واحد حسب هيا من يعني الحجم بتاع البيتزا ايه متاعة الكريمة اما مقس مسلا اربعة وعشرين دي انا شغال فيها دي. حطي دي هنا. ده ما اخبركم كده شاركينه والسجوء. نديله التشويع بتاع طبعا ما ادي ايه مخد التدبيه للتمام. هم مقور عندي البيتزا متاعتنا. ونبدأ اللي احنا نسيبها ترتاح بقى. قلتلك لو ساعتين محطوطة في التلاجة. في التلاجة ما فيش اي مشكلة خالص. وبعد كده نهوت نبدأ ايه اللي احنا نشتغل بيها. العجينة اللي احنا عملناها. حط على دي ونسيبها زي ما اتفقنا. عايز تخطيها في علبة في التلاجة وتقوم خطيها. وبعد كده قسميها براحتك. هيا بيوص هي. هدي العجينة اللي احنا نبدأ نشتغل بيها. اهي. اللي اللي انا هبدأ اللي انا هعمل بيها البيتزا دلوقتي. بص فيها المطفقة كل حاجة متاعت الخميرة فاقشتها. عمر هالج دلوقتي هنشتغل بيها تبقى زي الفل. هبنعمل قصص طيب. هنشوف اللي الموضوع هنعمله ازاي. هنا بقوم واخد عندي الطماطم. انا قلت هيك قبل كده على الموضوع لو الفرن عالي في حاجة. انا قلت الموضوع لنقوله تاني. عشان في ناس ممكن ما كنتش بتفرج على الحلقة دي. لازم الفرن ما نفتحوش كده. والطة كبيرة او سعب بنعملها. البخار اللي بيقى موجود فيه. حتى لو انت كده تلاحظة انا عملت كده. او الاقمن انك بالجنب. تفتحي بالجنب. اللي باوص ويطالع قد ايه. فده ممكن يطلع كله على وشي. مثلا يعني. حط هنا. الطماطم. هاي بنسدي شوية او. صالص الطماطم. الله على الطماطم المرجوزة. احلى اصوص في الدنيا سدقين يعني بص بص الكوام أصلا واللوم بتاع النازل عاملت ازاي اهو وريحته كمان المغبوزة كمان موضوع مختلف تماما فاللي بيحب البيتزا يشتغل الموضوع زي ما احنا كده اشتغلنا رحان رحان وتوم زيت زتون زعتر شوية ملح مع الطماطم ويديها وبعد ما تطلع بديلها معلقتين اتنين من الصالصة ونضربها في الكاب حيثة حلوة او الجد والله ان شاء الله طلع هم حاجة ايه نقوم زيين عندنا الملح متاعها ونشوف الملح متاعها نظامه ايه اه امكس كله مع بعضه كده بسم الله الرحمن الرحيم فوق الممتاز فوق الممتازة بطاطس الطماطم المغبوزة فوق فوق الممتازة كطعم مختلف تماما امانة يعني والله فاعملوا الخلطة دي كده زي ما هي طماطم افتحيها حط فيها توم في الكابة التوم في الكابة خمسة تفسس توم مع رحان اغدر مع شوية زعتر صغارين مع ملح مع شوية زيت زتون وحطيها في الفرن غبزيها وبعد كده اضربيها ولا تحطي على النار بقى ولا تسبكي ولا اي حاجة اهو صوص جاهز تعالا بقى نشوف البيتزا قدام حضرتك اهيت هنا دقيق وهنا سميد بسبوسة ناعم ماشي دقيق وسميد بسبوسة ناعم الاتنين مع بعض بنحطه هنا وناخد اول قطعة من العجينة انا ما بفرشي بمردانة بقى فيش مردانة خالص بصي النظار انت في البيت هتلاقي ممتعة جدا بقى سميد البسبوس ايه سميد البسبوس هعمل زي ايه بيليورومان كده فبيبدأ اللي هو ايه يعني يفتح حالك زي ما انت عايزة اهو حط شوية كمان كده شوية دي كمان ارفع بقى لقد مقدر ديها اه ما تخليهاش بقى مش بنعمل سبونشي لا احنا بنعمل البيتزا الاطالي الجميلة اللي هي الكروست اللي بتبقى رفاية بتبقى افضل بكتير جدا يعني من اي بيتزا تانية ان شاء الله دي حاج ماهي كبير دي جيب له صاج منين دي ابا قوم واخد عندي اهي بص على ايه انا خدت بسك بشوية من كتر كده اهيه اقفلتها وقمت حطها على الصانية هو المفروض باقي اللي هي بتتحشي وهي موجودة على الرخامة وبعدك انت بتشيليها هو ديك السهل الاول اهو يعني بتحطيها الاول على الصانية تفريدية وتحطيها على الصانية بالشكل ده وبعدكده بنقوم واخدين الصوص الجامد ده يعني بتقومي فاردة على فكرة بمناسبة كمان الصوص ده اللي انا حطيته ده خفيف مش تقيل لو في امكانية نجيب المتزرلة البافلو ماشي مافيش مشكلة البافلو دي بتبقى مندورة كده منقطحها شرايح ونحطها مافيش 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 او اي اه متزرلة شرايح شغالة يعني وزيال فل انا محتاجين ديات منقطحها من كعبات صغيرة او ازغر من كده شوهي شكرا ماشي دي كده ايه اول واحدة كده مع ايه مع شوية رحين ظهر رحين كده من هنا تمام ميلا اولا دي اكتر واحدة احبها احب اقولها في حياتي فيهش بقى جبن كتير الحاجة جبنا كده وقت بتسيح والعجينة التمام في التمام اول نقوم مواردين الكلام ده ونرفين عندي على الفرن درجة حرارة بتبقى عالية درجة حرارة الفرن بتبقى عالية بتبقى درجة حرارة امتين وخمسين دي اعلى حاجة عندي في الفرن عندي عشان بس الصميد ده عشان نقيد منشي طوحة ندخل ونشوف الموضوع يبقى مش ازاي تعالوا بقى نشوفوا نعمل هاتف عاجينة زغيرات كمان بقى نعمل نشوفوا اللي بالسجوء ده نعملها ازاي بسم الله حط دقيق ياريت الحاجة تكون رفيا قدام حضرتك هيا بص انا بفرج لو تلاحظي والله ما بحطش ما بحطش مردانة فيها زي ما حضرتكم كده شايفين معيزة بس زغيرة العجينة طبعا بحطها في العجينة التانية وبتشتغل عادي جدا بما هي ما فيش ايها حاجات تتريميها ناخد شوية السوس بقى الحلوين دول عشان نعمل السجوء نضطل شوية الجبن عليها بعد كده بنبدأ اللي احنا نقوم واخدينها عندنا بسم الله رحم الله تمام وبعد كده نقوم واخدينها حاجة هلحان رحين تلينها عندي على الفرق بعد ما تبدأ لها تستو معايا ونبعد كده لبقى اللي احنا هنطلعه هو هنعملها كماء هو طبعا الجروف لما يبقى كبير بيبقى يعني يبقى سهل في التعامل لكن دي صغير فهضطر اللي انا هشتغل عنا البيتزات الصغيرة او لو عايزة تحطيها في الصينية على طول وتشغليها بس هي يفضل البيتزة اللي هي ما تتحطش الصينية برده وبعد كده تحط الفرن يفضل ان اكتخذ البيتزة وتحطيها عشان كده بنعمل الموضوع ده ان الصجي يبقى سخن ما تبقاش الصجي يبقى مثلا او الصينية برده لكن هخلنا نشتغل عندنا في السهل بقى اللي احنا منجيب عندنا الصينية عادية جدا اهيط هتديها معلقة زيت زتون ودي برضو خدبالك من ضمن حيث بتطلع الحاجة تكون رفاية معيك والعجينة دي تتخمرت كم مرة لو تلاحظي مرتين اتنين فبتتخمرش تاني بعد الفرد يعني بعد ما بتفرديها ما بتريحاش اللي سبونش التانية انت بتغديها وتحطها في الصينية وبعد كده تبدأ ايه تسبيها هتخمر وبعد كده تحط على الحشو ودي لا بسم الله الرحمن الرحيم بأيدينا ولا مردنة ولا اي حاجة عجينة ماشية زي السكينة في الحلاوة وعندو الحروف كده تقوم سكاها مردنة ولا ايه تمام كده اهو بعد كده بتقوم واخد عندك الجبنة المطعبات الجميلة ديت نقوم حطاها برضو تعمل طعم جامد جدا ميكس جبن حلو قوي ده الجبنة الميكس عليها من فوق زي ما حضرتك كده شايفين ونقوم مدخلينها على درجة حرارة كان 250 زي ما احنا بنساوي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى عجينة طرية عجينة رفاية مستوية من فوق من تحت كله تمام قدام حضركة هيط اللي احنا عمينا هيط على الجروف هيط بصي ترمو متاعتها لقلمشة بتاعتها من هنا كمان فهم ازاي فتلاقي الحاجة من شاء الله بصي اتاك لحاجة صابك وراك جد عمينا فيك يا مستوية من تحت لو انت بصيتها حتى من هنا اهي الوقت السوء منتاعة تمام ما فيهاش اي مشكلة خالص لعجينة زي الفل ودي اللي احنا عمناها بالمتزرلة قدامها ديك اهيط جميلة قلتلك بتبقى اللي هي رفاية الجميلة ديت فتقدرين تستخدميها ان شاء الله بشكل هايل يعني هنا هتعالوا تشوف عندنا هاعمل واحدة دلوقتي تانية هادي همقاس الانجلش كيك بالزبط او القلب الانجلش كيك ده كده بفرد عجينة وبجيب عندي القلب زي ده كده وبحط فيها عجينة على مقاسه بالزبط اهو وهاملها حروف انا داهن القلب ده زيت زتون بص يا حمدي اهو زينا انتوا شايفين بيبقى بالشكل ده جميل ااخد التانية برضو نفس الكلام ناخد العجينة ونفردها واعمل لها حروب بس من جوه على قد مقدر عشان بس الجبنة لما تسيح ما تلزقش في الحاجة هتبقى يعني اعرف اطلع القلب العجينة من القلب بمتاز سهولة يعني طيب بعد كده بقوم واخد عندي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى يعني الاولي بعد ما عملتها بنقوم واخدين عنديها شوية سوس احمر حطينه هنا وشوية سوس احمر هنا بعد كده منبدأ اللي احنا اينهم نفس الموضوع اهو ناصر من غير حاجة دي يتاكل وحدها كده عالميا شوية جبن من فوق تمام بعد كده بنقوم جايبين حاجة بسيطة جدا اللي هي الزهر الرحان حطينه كده عالجبن من فوق من هنا وهو بناخد الكلام الجميل ده هو تنروح فينا عم حمدي على الفرن اه درجة حرارة الفرن 22 وخمسين ونسوي جميل ده بتاخد ده بتقطع وبتقطع شرايح بعد ما بيطلع بيبقى عالمي ركز بقى في الخلطة اللي جاية دي عشان دي حلو قوي بص هنا بجيب عندي ميكس مابين انا الميكس ده جربته هايل اللي هو الباربيكي سوس مع بجيب منه معلقة كده حلوة او معلقتين اتنين مع مربا فيتراك مربا فيتراك مش بتستخدم مستخدم بس للحارق مش مستخدم الحلو بس لا نقدر نستخدمها نعمل بيها صصات بنعمل بها حاجات كتير جدا هم عندهم قطعومة كتير عندهم الفراولة وعندهم المشمش وعندهم المهروس وعندهم القطع الكريمي عندهم او الحاجة الكريمة عندهم مختلفة تماما انك مجرد ما بتشيليها كده بمعلقة بتلاقيها وتفريها في الساندوتش بتلاقيها ماشية معاك زي السكينة في الحلوة فهواريكي دلوقتي المربة نفتح مربة فيتراك المشمش اهي قدام حضرتك دي الكريمي صح بص هي هناخد منها مع علاقة كده جميل ونقوم حطونا هنا في المعيار هنا ونقوم واخد عندي البربكيوسوس نقوم وحطينه هنا وهو كده كده اصلا بيبقى في ايه بيبقى في عصر ابيض فانا هنزود معاه مربة المشمش دي نربة مش مش من بيتراك بص مجرد قصة ما بدربها بالمضرب بالسلك بتلاقي ايه فكت معاك على طول ده كلام جميل بص بقى اللي جاي الفراخ مشوية صدر الفراخ مشوي كده هم حطينه هنا وبعد كده نقوم مقلبين صدر الفراخ ده هو مع الصوص الجامل ده لان المتأكد اللي هو جامل جدا وهيبقى مع الفراخ موضوع تاني خالص صدقيني ولا هو عايز بيتزا ولا عايز اي حاجة هو كده الواحده هو كده الواحده صدر الفراخ المشوية مع الصوص ده هوت الواحده كده بص اللون نقصة النفسه عامل ازاي كلام جميل بنبدأ نعمل ايه بجيب عندي شوكة كده بصراحة شكله يفتح النفس يعني أنا متأكد الفراخ مع الصوص ده هيبقى أعلمي أنا أقول الصراحة والله الناس اللي بتحب طعم المزازة هتتبسط قوي هتتبسط قوي أصلا التدخين كمان متاع الفراخ والله عامل شغل عال جدا أنا بقوله الصراحة والله يعني اللي ببقي بقوله طعمها حلوة جدا يعني إن شاء الله تعملوها لأنها حلوة ده طريقة حلوة جدا ممكن أصلا نخلها كده الواحدها يعني مع شوية نجيب عندي خبز باجت ونقوم مقطعينه ونديله مسحة زبا كده ونحط عليه الفراخ دي ونقولها في حاجة في الفرن ميا هرابية أهو نبقى أخبار هنا نبص بقى طب حلامي انتقل شوية هو ده الفكرة بكانن فيها إن الصجلة وصخنه أصلا هتلاقي استوى زي دي على طول كانها حطوتها في صانية وبعد كده فأنا لازلتها تحت شوية عشان نقدر إنها تستوي معايا وتطلع زي الفرن فين الصاج أهو لو عايزة البابلز اللي انت بتشوفيها لازم تاخدي العجنة دي تحطيها في علب بلاستيك علب حفظ التلاجة علب كبيرة في كل واحدة تحطيها لوحدها وتدخلها التلاجة وتسبيها لتاني يوم تطلعيها وتقومي فردها وتبدأ اللي انت تشتغل بيها دي هتطلع لك اللي انت محتاجا بالزبط والبوليش اللي أستاذ حمدي نزلها لك هاي وبرضو بيعتمد خلي بالكو برضو جماعة على الفرن يعني يعني الفرن الفرن الحجر طبعا بيختلف كتير جدا اللي هو بتولع بخشب خصوصا او خشب التفاح كمان يعني او خشب سيد الزتون بتبقى مختلفة تماما هاخد شوية سوس كده صغيرين هنا شوية شروق شوية ميكسي جابا هدي كده فين خمسين جرام شلو انت مزعان الناس كلها اللهي ناخد بقى التراخ اللي احنا عملناها وحطينا فيها معلقة صغيرة من مربا فيتروك وحطينا البربكيسوس عليها ونديها بقى شخلعة بقى الله او وش او وش تيه كدن منظرين الشروق معلقة هنطلع دياتي على المحنجي هنجد فل قوي ملات 3 سمين انظر ملات 3 بنا ملات 3 ملات 5 ملات 5 ملات 5 ها طعم العقينة عالمية ها ايه رائك في الروفة العقينة بصي طعمها بصراحة هايلة هايلة ان شاء الله يعني تعمليها وتتني بيها ان شاء الله يعني جال نهاردة للأسرتك النهاردة هيجا جاملة جدا طعم عندهم تشوف عندنا اللي في الاوليب الحمدي خلاص برضو اهي نص اللي في الاوليب ديها تشيك قوي شياكة الشياكة بص دا اعنا تحتي كده هو جي نص كيلو خدت امتين جرام وانت حطيهم ايه في المطبخ عشان لو عايزة يا جماعة ايه هنقول له مفيشه وبعد كده نقول له لا استنى فيه ماشي أحسبن حسبن ايه انا كده تمام انا خلصت أآخر لقاشة دي الصاج وندخل عطوله على الفرن شان اللي الفراغ تطلح اطلع يعني بنطلع كده هنجيب عندي الزبات لا بسم الله شفتوا بقى انا عملت حروف دي ايه ايوه عشان الجبن ده جامد اوه الحمديده بص الحمديده اللي ما نطلع الله صبرا جميلا بص يا ساعة الجيش بس انا اخد واحدة ثلاثة واحدة دلوقتي بس انا امركز اهو عامل زي ده كده راح فين مش بص الحمدي عامل ازاي بقى ده بص بص من تحت يانهراب يد يانهراب يد عالجمال والله بقى دي بص دي تاخلي الواحدة كده عاجة تفتح النفس موسيقى 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 نص دي بقى اللي هي معمولة بالباربيكيو يا جماعة ومعمولة بمروبة مش مش السلام دي ولا كلمة دي حقيقة حاجة محترمة جدا نقضينا كده وخطينا هنا ونقدمها وبالهنة والشفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة